انا اشتغلت يا جماعة سطر عدل وسطر مقلوب وبقى ده شكل الشعر بالطريقة دي باشتغل طبعا عندي المرض ده ها ودي الغرز دي بتقلل العجام ببتدي اخد عطول كل غرزتين دول مع بعض كده يميلوا يمين وهنا حوالي الغرزة اللي في النص بعمل لفة ولفة بعدها وباخد الغرزة همشي هنا السطر ده كمان يا رب يكون الشعر اللي بقى مواضح كده هكمل واشتغل معاكو يا جماعة السطر ده كمان من وش الشعر سبع ورز اللي عدلين في الاول دولة السبع العدلين في غرزة اهي عدلة وبعدين شوفوا موصلنا الان هاخد بقى ديمة عليه مع بعض عادة الغرزة اللي في النص بتزيد وهي الشغل دي هادي اللي في النص اخد قبلها لفة وبعدها لفة هاو اشتغل الهرزة واحد اثنين ثلاثة والربعة دي مع الاب لها اخدهم اثنين مع بعض بس من وراء بالطريقة دي من وراء كده واكمل اراز العدلة هادي واحد اثنين ثلاثة واكرر اللي عملته هنا همشي كده والسطر المقلوب كل الورز مقلوبة مع عادة ورز المرضات لغاية مايبقى عندي ستة اجرات وراء بعض كل جنب هنا اهنا هخلص ونشوف الشغل بعد كده همشي كده همشي كده عبدالعب دورة دورة رمضانية همشي كده همشي كده همشي كده همشي كده آآ همشي كده همشي كده شخص آآ بعد عشر أسطر يا جماعة سنبتدي ما ناخدش غرز من على الأطراف مع بعضها هنزود بس في النص لكي نعملنا زيادة في الججل يعني هنشتغل دول عادي من غير ما ناخد اختصر اتنين مع بعض في الأول واثنين مع بعض في الآخر زي ما احنا كلنا ماشيين لا بالسطر ده هنشتغل مغير اختصار وغرز مع بعضها نزود بس النص اللفات اللي بنعملها بقى عندنا كم غرزة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة وستة اتناشر وعدة في النص تلاتة حتى نزود اللفات اللي بنعملها والغرزة واللفة من غير اخذ اتنين مع بعض من كل طرف هنمشي كذا ليه عشان يعمل لي زيادة هنمشي كذا ليه عشان يعمل لزيادة هنمشي نكمل هنمشي نكمل هنمشي نطخل على الواحدة الثانية من غير ما نختصر غرز هنا مع بعضها هنمشي كذا هنعمل زيادة بس في النص اللي بنعملها ده في السطر الحضاشر يعني بعد عشر قسطر لفة وغرزة ولفة والغرز والغرز ستة غرز اللي جيين عادي من غير ما ناخد اتنين مع بعض هنا يبقى السطر ده هنمشي كده كله نكرر اللي عملناه كده بعد ما نخلصه ده الحضاشر الاثناشر نشتعله مقلوب والتلاتاشر هنشوف هنعمل ايه مع بعض نبتدي نعمل وعدات زيادة تاني في النص هنخلص السطر اللي حضاشر ده ونشوف التلاتاشر بقى جينا بقى السطر التلاتاشر السطر التلاتاشر هنكرر الوحلة اللي بنعملها ده هنا تاني في النص هنبتديها بعمل هنا قبل الغرز ال 15 غرزة دول هنبتدي في الأول هنا من لفة خط لفوق ونشتغل الغرز دي بقى مغادة اي زيادة فيهم في النص هذه واحد هنلاقيهم 15 غرزة دول هنعمل فيهم اي زيادة هنا لفات هنمشي الغرز ال 15 غرزة ههو خلصوا منيجي في النص حوالين الغرزة اللي في النص اللي بين واحدة واحدة ده اللي هنعمل حواليها زيادة غرز لفة هنا ولفة قبل الغرزة دي ولفة بعدها نشتغل ال 15 غرزة دول لازم يكونوا 15 غرزة دول وصلنا للعدد ده هنا عند الغرزة دي بقى اللي بين ال 15 غرزة في الواحدة دي والبحدة التانية يبقى فيه غرزة واحدة هنعمل قبلها لفة خط ونشتغلها عدل وبعدها لفة ونكمل ال 15 غرزة اللي بعد كده دول ونجي نعمل حواليها الغرزة دي برضو نلفة قبلها ولفة بعدها بس ونخلص السطر على كده وهنا في الآخر قبل غرز المرد دول نعمل لفة خيط برضو هنا نخلص هنا ده كده اهو طريقة دي هنجي نعمل هنا هنيجي نعمل هنا هنيجي نعمل هنا هنمشي كده هاي الغرزة هنعمل عندها نبتدي نعمل التصميم ده تاني الغرزة دي قبلها لفة وابعدها هلفة ونشتغل الخمستاشر بتوع ده وهخلص لغاية قبل اخر غرز المرد هنا بعد الواحدة الاخيرة هنعمل برضو لفة خيط وصلت لنهاية السطر يا جماعة هايجي عند الغرزة دي قبل السبع غرز الاخرانين اين اربعة ستة سبع اين هعمل برضو لفة خيط كده وايه اشتغل غرز المرد السبع واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة ده السطر التلاتاشر نشتغل الاربعتاشر من دهر الشوط بنيجي نكمل نشوف الخمستاشر هيكون بقى تنفيذ تكرار تاني للواحدات دي بس هنا في النص هنا ما بين كل واحدة وواحدة هنعمل واحدة جديدة انا هخلص ونيجي للسطر اللي بعد كده وش الشوط جينا للسطر الخمستاشر يا جماعة هادي الغرزة السبعة وهدي ما كان اللفة اللي عملناها هنعمل عندها برضو قبلها لفة هنشتغل غرزة وبعدين ناخد اتنين دول مع بعض كده من ورا بالعكس بقى يميله ايه الشمال نقفل كده اتنين مع بعض بالطريقة دي ونشتغل غرزة دي في النص اهي نبتدي نقلل من على الاطراف انا هناخد اتنين عدل معا على كل طرف في الواحدة اللي هي شكل ورقة الشجر دي اهي وهي يا جماعة هناخد بقى ورصتين على الاطراف دول اخدهم كده بحس مينه نحيط كده بعدين هنا هنشتغل نبتدي بقى هنا هنشتغل الغرزة ونعمل الغرزة في النص برده لفة خيط وغرزة ونشتغل الغرزة اللي فوق الأجورة دي عشان نبتدي نزود هنا بعد كده ناخد برده والاثنين دول مع بعض والاثنين دول تلفين 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 يمين the future وال Armenia وال aspirations نبتدي يبقى هناخد برد وخشEn ونعمل وناخد الاثنينBMK ما فيش زيادات بقى هنا خلاص الزيادات بدأت في الواحدة الجديدة اللي في النص اخذي ببالكم يا جماعة مش عارل هنختص الورزتين على الطرف هنا هناخدهم دول هناخدهم اتنين دول مع بعض كده نيجي هنا هنشتغل الغرزة دي ونعمل قبل بعدها لفة وغرزة ولفة 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 في فوق الأجهر نشتغلها وهكذا نقفل اتنين من على الطرف ده في الواحدة ده وهكذا نبتدي اه الواحدة الجديدة نشتغلها والطرف الاخير برضو هنا ده هناخد نقفل ونستغل غرزة ونعمل لفة جديدة في الاخر متنسوش برضو الطرف ده زي التراهن هناخدهم ده السطر الخمستاشر نشتغل السلطاشر وبعد كده نيجي الى السبعتاشر مشي الشغل وصلنا للسطر السبعتاشر بقى يا جماعة برضو احنا مشينا هوا بنعمل بعد غرز المرد السبعة نعمل لفة ونشتغل هذه غرزة غرزة تزيد اتنين ودور برضو ناخدهم على التراف دور نضموهم مع بعض هناخدهم بحيث يميلهم شمال من وراء كده هنقفل غرزة تين مع بعض الطريقة دي ونكمل هنقفل برضو اتنين مع بعض اللي على الطرف ده زي ما عرفنا وهنا يبتدي الزيادة اللي حفلية الغرزة الوسطانية زي ما عملنا هنا تغاية يعني هنكرر الواحدة اتتاني زي ما عملنا هنا انا همشي بقى كم سطر ونشوف الواحدة دي هتتكون ازاي معانا بنفس الطريقة زي ما عملنا الواحدة دي ده السطر السبعة وشر انا هشتغل اشتغل شوية هنا بنفس الطريقة ونشوف مع بعض الشغر ايه اه خدوا بالكو بس يا جماعة ان انا اه في في ناحية اللي مين في المرض وتعمله عروة على مسافات كده انا عملت عربة الاولى يمفروض نعمل عروة بقى في السطر اللي جيدة مسلا في السطر السبعتاشر ده او كان مسلا في السطر الخامستاشر انا نسيت على مسافات على حسب الطول هنشوف آآ نكمل السطر السبعتاشر ونعمل عروة كمان وارجع لكم صلنا للسطر السبعتاشر بقى يا جماعة برضو احنا ماشيين هو بنعمل بعد غرز المرد السبعة آآ نشتغل نعمل اللفة ونشتغل هذه هرزة الزيت اتنين ودور برضو انا اخدهم اللي على التراف دول نضموهم مع بعض هناخدهم بحيس يميلهم شمال من ورا كده هنقفل هرزتين مع بعض الطريقة دي ونكمل ونقفل برضو اتنين مع بعض اللي على الطرف ده زي ما عرفنا وهنا يبتدي الزيادة لحفلية الغرزة الوسطانية زي ما عملنا هنا من غاية يعني هنكرر الواحدة اتتاني زي ما عملنا هنا انا همشي بقى كم سطر ونشوف الواحدة دي هتتكون ازاي معنا بنفس الطريقة زي ما عملنا الواحدة دي ده السطر السبعتاشر احنا هشتغل اشتغل شوية هنا بنفس الطريقة ونشوف مع بعض الشغر ايه اخدوا بالكو بس يا جماعة ان انا في ناحية الليمين في المرض اتعمله عروة على مسافات كده انا عملت عربة الاولى المفروض نعمل عروة بقى في السطر اللي جاي ده مسلا في السطر السبعتاشر ده او كان مسلا في السطر الخامستاشر انا نسيت على مسافات على حسب الطول هنشوف نكمل السطر السبعتاشر ونعمل عروة كمان وارجع لكم بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ يا جماعة الجزء ده بقى نكمل انا وصلت في الجزء ده لغاية ما كونت التكوين آآ التاني ده زي الاولاني هنا وصلت لما بقى عندي ست اجورات كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وتعملوا طبعا على اتناشر سطر احنا جينا هنا في السطر اللي هو يعتبر الحداشر احنا كنا عملنا قبل كده في الجزء اتلاني اللي فات الاول مشينا ادي يعتبر مشينا كده لغاية سادس اجورة هنا ما بنعمل ما بنعملش ما بناخدش غرزتين في غرزة تنقيس هنا لأ بنمشي السطر عادي بنعمل بس لفات لفة في الاول هنا عشان يبقى عندنا سادس اجورة هنا برضو وما بناخدش اتنين مع بعض من ناحية دي ولا اتنين مع بعض كده وبنزود بس هنا في سادس اجورة هنا بنعمل تزويد لفة ولفة في كل واحدة من الوحدات اللي زي اوراق الشجر دي لها عشان تدينا اتساع واحنا نزلين في الجاكت او البلورو خلاص يا جماعة يبقى انا اشتغلته زي ما عملت هنا نفست هنا في الوحدة الاولى دي في سادس اجورة عملت اللفات بس من غير تنقيس غرز من على الاجناد ووصلت لما بقى عندي الشكل ده بقى عندي ما بين تكوينة الوحدة دي ودي هنا كام غرزة بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في النص هنا فانا هاجي عندها في وسط الخمسة دول واكرر تنفيذ اللي هي في الغرزة اللي في النص اللي في وسط الخمسة يعني اتنين واثنين بس وما لأطراف وحوالي الغرزة اللي في النص اعمل لفة قبلها ولفة بعدها يعني بكرر الوحدة هنا تاني خلاص يا جماعة يعني هبدأ اهو السطر ده عملت غرز المرض هنا السبعة اللي عندي او حسب ما هتعملين تمانية او ستة زي ما اتفقنا وابتدي ابتدي اعمل تنقيص آآ تزويد غرز هنا في النص عشان اعمل التكوين تاني فهبتدي اشتغل ونبدأ مع بعض ونشوف نكون وحدات تاني من زي اوراق الشهور بس هنا تحت دي بالتبادل بقى مع دول هنبدأ ونشوف نبتدي بقى السطر ده يا جماعة هادي غرز اللي هاي السبعة هنا مفيش خلاص لفات احنا عملنا ستة اهو ستة اجورات عندنا غلاص بنشتغل بقى السطر ده هادي بورز العادلة كده اهم حاجة هنيجي هنا قلنا في وسط الخمسة ونبتدي نعمل لفات الورز بنبقى السطر ده هنشتغل اهو هاجي هنا واحد اتنين وفي النص قبل التالتة دي واحد خمسة هنا عندي اتنين هنا يعني تحت 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 صف الاجور ده اهي يبقى عند الغرزة دي هعمل لفة هنا وغرزة اهو غرزة عادل هو لفة وادي واحد اتنين ثلاثة لو عديت كده همشي ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اتنين 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 ا تسعة عشر هنا بقى اهو تحت دول كده هبتدي اعمل هنا لفة وارزة لفة وهكذا ابتدي في تكوين وحدات جديدة هنا تحت دول ودول افوتهم عدلين اشتغل بقى السطر ده زي ما احنا شايفين كده وهلصوا واشتغل كمان السطر اللي في ظهر الشغل كله مقلوب مع ده غرز المرضات من درجة على السطر اللي بعد انا اشتغلت يا جماعة اتما وصلت للمرحلة دي دي ما انتم شايفين معي اهو الوحدة دي وده السطر السادس اجهورة المفروض اعملها هنا فبنمشي السطر عادي مش هناخد اتنين مع بعض هنا ولا هنا لأ انا هعمل زيادة هنا بس عند كل ورقة شجر كده في النص هعمل اللفات وبس بدون برضو اخد تنقيس هنا على الجوانب من اتنين مع بعض هنا واتنين مع بعض هنا ليه عشان ادي لي اتساع برضو طول ما انا نزلة في الجاكت او البلورو من فوق من الرقابل تحت لان احنا يا جماعة لما بنعمل في الواحدة دي تنقيس من هنا وتنقيس من هنا يبقى بنقص برزة من الجنب ده وغرزة من الجنب ده ده بيعادله الزيادة اللي في النص يعني ما فيش زيادة في الغرس انا مشي عادي عادة الغرس سبتة نيجي في المرحلة الاخيرة دي عشان اعمل سادس اجهورة هنا بعمل بس اللفات بدون بس من على الجوانب في كل واحدة من وحدات اوراق الشجرة دي فما فيش تنقيس وفي زيادات بس فانا ممشي السطر عادي اهو من غير تنقيس هنا ولا هنا واعمل لفة للورزة اللي في الوسط ولفة بعدها بالطريقة دي وكمل الشغل السطر كله عادي اهو همشي اهو مفروض انا كنت بقى نقصت من دول مع بعض مش هنقص همشي عادي مش هنعمل لي زيادة في السطر ده يبقى بيحصل زيادة في الورزة في السطر ده وبعد المقلوب العجل اللي جاي برضو هيبقى فيه زيادات بدون تنقيس هنشوف مع بعض زي ما جملت في الجزء الفؤاني انا بكمل اهو مفيش اخذ ورزتين مع بعض من هنا ولا حاجة سوى من ناحية اللي مين او من ناحية الشمال في اطراف تكوين وقلقة الشغل دي ماشي عادي اللي غرز عندي اهو خلص السطر اعمل لفة هنا ولفة هنا في كل الوحدات وخلص السطر واشتغل المقلوب ونجمل اهوش الشغل خلصت يا جماعة اكرار الوحدة لتالت مرة هنا هي برضو بنفس الطريقة وبعدين كررتها كمان رابع مرة هنا لغاية موصلت اه للمسافة دي من الشغل ابدأ بقى الشغل واسع معايا وكده تقريبا يعني لما ايسي كده من هنا بميل كده يدي كده اه المسافة دي هي دي كفاية لآآ شغل الكم فبقى وتعدي الغرز وتقسميهم بقى الغرز عندي دلوقتي بعد الزيادات وتكرار الغرزة دي بقوا بعدهم لقيتهم مية سبعة وعشرين غرزة مية سبعة وعشرين غرزة معايا في المقاس ده هقسمهم على تلاتة بالتساوي لما قسمتهم على تلاتة تلاتة دول ايه اللي هو يعني جزء للضهر وجزء للاكمام كمين لع الجناب وجزءين للاطراف الامامية فعلى تلاتة مجموع الجزءين اطراف اليمين والشمال لازم يكونوا زي آآ الجزء بتاع الخلف الظهر وجزء القوم اليمين والشمال على بعضه بيمثلي الجزء التالت فمية سبعة وعشرين على تلاتة طلع لي اتنين واربعين طلع لاتنين واربعين اتنين واربعين غرزة اتنين واربعين غرزة ويتبقى غرزة هيبقى تلاتة واربعين اخلي الظهر الجزء اللي في الوسط ده هيبقى عدة يعنى اخد من ناحية دي اتنين واربعين اقسموهم على اتنين يبقى واحد وعشرين غرزة للجزء الامامي اليمين واحد وعشرين غرزة للطرف الشمال والاكمان برضو كل جزء واحد وعشرين واحد وعشرين يبقى اتنين واربعين واتنين واربعين غرزة للهر فهنقسم ونحط علامات ونشتغل الاكمان انا هؤسم واحد وعشرين غرزة editing عليهية الجنب من الجنب هذا ومن الم grote الجنبية. ومن ص activist الاستجاد المضافة. بعد الاستجاد الماضي للفياه اللغة Av raz 2002 رفضان الد Earl with ell issues母 and othersll профوراء. . البجاء بناء جنب الدي Acev . او ابتدي اعمل اشراء بالحد يكون لواحده. هنبدأ العليلة دي مع بعض. اهو يا جماعة انا فصلت كده مفروض هشيل الطرف ده واحد عشان غرزة الطرف ده. واشيل الغرزة تقعد الطرف التاني والاكمام وكله هشتغل هبتدي اشتغل ايه الجزء بتاع الاكمام. واعلى بيه وانزل بيه. اهو. دول واحد عشان غرزة للكم ده. هبتدي اروح وارجع. هو المفروض افصل ده كله. على ابر دائرية تانية او على خيط اه او تانية وهشتغل بس الجزء بتاع الكم. واحد من الاكمام. هرتفع بيه عادي بغرزة اه عدلة وغرزة مقلوبة من الضهر. لغاية الطول المطلوب شوية. وبعد كده نبتدي نعمل اه زي اللي هو الكورنيش النزق الواسع. هنشوف مع بعض انا رايحة جاية يعني بالغرزة وهي جماعة. ما فيش اي حاجة. بلف وارجع. اشتغلت كم سطر. سطرين ودي الثالث من ضهر الشغل. هشتغل. هشتغل الغرزة بتوع الكم ده. بالغرزة عدلة وغرزة. سطر عدل وسطر. مقلوب. لغاية ما وريكم هنشوف هنمشي ازاي. ووريكم الاتساع اللي هيجي في الكوم ازاي. اعلى بس شوية به. مسافة مسلا عشرة سنسي ولا حاجة. المهم هاروح وارجع بغرز الكم واحد من الاكمام الواحدهم. وبقيت الغرز انا سايبهم على الابر او اشلهم في خطوة على الابر تاني. المهم عندي ده غرز واحد من الاكمام هشتغلهم وارتفع بهم. رايحة جاية زي ما انتم شايفين كده. اهو. لغاية هو الجزء الواحد وعشرين وارزة. واطول بالكم ونرجع تاني اوليكم. شكل الكمة بقى ازاي? جزء الكمة يا جماعة واحد من الاكمام هو. مشيت خمس اسطر رايحة جاية. اهو. ده الجزء اللي هو الجم. جم من الجزء من الجزء من الامام. انما ده شكل الكم. اشتغلت خمس اسطر رايحة جاية. وعلى كده هعمل اربع اسطر كلهم معدلين. اربع اسطر. انا اشتغلت خمس اسطر زي ما قلت لكم. سطر عد و سطر ما قالوه. هشتغل بعد كده. اربع اسطر رايحة جاية بالغرزة العدلة. وهو امشي من الظهر بالغرزة العدلة. وبعد الوش برضه بالغرزة العدلة والضهر تاني. ووش تاني اربع اسطر بالغرزة العدلة. لشان يطول معي الكم. جزء الكم اهو. هشتغل بالغرزة العدلة. اربع اسطر. وارزة العدلة. هرجع لكم بعض الاربع اسطر العدلين. جيت لكم بقى يا جماعة ده بعد ممشيت بغرزك واحد من الاتمام. نزلت. اشتغلت. اه اربع اسطر بالغرزة العدلة. وبعدين. ست اسطر كده بالغرزة. اصد اربع اسطر سطر عدل بسطر مقلوب. و خمس ست اسطر بالغرزة العدلة بس. جدا لي الشكل ده. هنبتدي بقى مرحلة دي. مرحلة توسيع الكم على شكل زي كده. هنعمل زيادة في الغرز. هنبدأ مع بعض المرحلة دي. هوريكو. بنشتغل ورزتين ونعمل لفة عشان تسبب لنا زيادة. طول ما احنا ماشيين. ورزتين عدلين ولفة. هوريكو بنشتغلها ازاي. ده طريق التوسيع الكم. انا حط القبر الغرز على قبر كده يا جماعة. مش مشكلة ممكن تحطوها بقى على قبر دائرية. انا عندي قبر دائرية بس مايش فاضي على شغل. برضو انا هنشوف مع بعض بس طريقة زيادة الغرز ازاي. عشان نعمل شكل نازل الكمة الواسع زي الكلوش كده. هنبتدي. اشتغل ورزتين. نعمل لفة. اشتغل ورزتين. نعمل لفة. ورزتين. ولفة خيط. عشان زيادة الغرز. طريقة زيادة الغرز بطرق كدير. هنشوف. واحد اثنين. لفة. واحد. اثنين. لفة خيط. واحد. اثنين. اخلص ووريكم بقى. احنا رجعين من الظهر. هنشتغل اللفات ازاي بحس تعملنا زيادة غرزة من غير ما يكون فيه ازار او فراغات. نشتغل بقى من الظهر يا جماعة بعد ما عملنا اللفات دي لزيادة الغرز. هنشتغل كده. نيجي عندي اللفة ما ناخدهاش كده. لو خدناها كده هتعمل لنا فراغ اللي هو الاجور. لا احنا هناخدها كده. من تحت كده. مش هتعمل لنا دي هتعمل لنا ورزة عادية. اهي. واللي بعدها. اتنين عاديين هون. ودي اللفة اهي. مش هناخدها كده. هناخدها من تحت كده. من هنا. هناخدها كده. فيه بيعملوها كمان ممكن ترجعها كده. وانترى وغدها من هنا. مش هتعمل قجر ولا حاجة. يبقى. هناخدها من تحت كده. بالطريقة دي. اهي. الورز معانا هتزيد. وتعمل لها زي كلوش. لاننا زودنا ورز. ممكن تزوده ورزة او ورزة لا. يدكو زي كرنش مسع قوي كلوش مسع. دي كل غرزتين. نخلص السطر على كده. ونشتغل بقى شوية كمان بعدها. نضول اللي هو الكلوش بكمة. حلصوا السطر. ونجي نشتغل شوية لقدام غاية ما يطول بعد نعمل حرف فيه فسطنات. بعد شكل الكمة يا جماعة بعد ما مشيت شوية المسافة دي. وبعد ما الغرز وسعت. عملت كمان اه اربع اسطر بالغرزة العلة. ما هي دي. بعد كده هبتدي عشان اعمل الحرف الفسطنات ده. هنشوف بنعمله ازاي برضو. لطريقة. واه اعمل فسطنات واقفل في الغرز في نفس الوقت. هبتدي اخذ غرزتين في غرزة. وبعدين. هي عند وسط اربع غرز دول مسلا كده. باروح نازلها في وسطهم هنا. بس اخذ الخيط ايوة تحت كده. فسط مسلا الاربع دول. انزل هنا. واطلع الخيط من هنا من تحت. واشد كده. وابتدي. احط الفتلة هنا كده دي واشتغل معها. دي. بالطريقة دي. بعدين نقفل الغرزة دي على دي. بعدين. بطلع كما مرة. وفتل الحرير ده. القطن اللي على حرير ده. يعني بيزحلق شوية عن نوع القبر ده. احطها كده. واشتغل دي معها. وبعدين اقفل اللي قبلها عليه. كمان مرة. واشتغل اتنين دول مع بعض. بعدين اقفل اللي قبلها عليها. والخطة عندي اتخين شوية. شايفو عمدها على فتتين. اعمل رابع مرة. يعني بقفل الاربع غرزة. الفستنات تطلع من اربع. شايفين يا جماعة الغرزة بتتعمل ازاي. هو لو خطة ارفع هتبقى ارائق واحسن. بقفل دي على دي. شايفين معاه. بتتكون لي فستنات كده. اجي الاربع اللي جايين برضو كده. اجي فستهم هنا. وانزل تحت. واعمل نفس اللي عملتو. انا عندي عشان بس الخيط مربعين. اعمل لي شوية مشكلة. شايفين الطريقة كده. بخلص حرف الكم على كده. بالطريقة دي. بارب بتكون واضح لكم. اهي. بعمل اربع غرز. بالطريقة دي. بتدي شكل حلو يا جماعة. اقفل وعمل في اسطنات. في نفس الوقت. خلص طرف اورغولكم. خلص الطرف كله. طرف الكمة ده. كم التالي طبعا هتعملو بالطريقة دي. بعد كده. هاجي لكم لما اجي اعمل. بقى الوش. الجزء الامام مع الظهر. مرة واحدة. مرة واحدة. وشكل الفسطنات كده. هخلصوا كل طرف الكمة. ونرجع نشوفه. عشان نعمل بقى بقية. قلنا الجزء الامامي مع الظهر. الامام وبه vematori تبعه إلى قليل. ما هو سيادر المشربات الطرفة Перمقل.